انا عايز السلام باريخ سؤال بقى ابن نزيلة. اه. بقى تقول له الرنغة. اغلقه الرنجة عماره. لا بس الرنجة استتعible. لا موضوع الرنجة موضوع بالنسبات لي مجدهش. انا والله امبرح مرضيت اقول له اقصب میں مكنت مصدق. لس اقولك اله اللي ممكن يكون حصل امانا عشان برضه من نزلمش الناس. انا مكنت امبالع انا شكبال مش في قايمة يا كابتك. انا عارف ان الشكبال عشان الموضوع ده ولو حصل عشان الموضوع ده يبقى الزمالك ماشي في الطريق الصحيح انا بقول لك هو انه هو بحق طبعا ايوة ماشي بس انا هقول لك على حاجة احنا و احنا في المعاشقات ممكن تجيب ايه بالليل بكلمك بجد بس برضو مش ساعة واحدة اتنين تمانيا بالليل تبعد تجيب رياش تجيب شوية حمام بكلمك بجد قلت الماتش يا كابتن ساعات ولكن رنجة وفسيخ انا اقول لك هو بتحصل ازاي ماشي كبالة معا استنى بس مش كابت المفترض سبع تامل عيبة دي نمرواح الوقت بقى فيه نوزم غذائية لا غلط لا اصف بقى فيه واحد متخصص تخزيه دي وقت في الاجهزة الفنية واحد متخصص احمال يعني بقى فيه كمان تطقيق اكتر علمي حتى يعني انت بزمانكو اكيد ما كانش بس كمان دا كون اه كان فيه نوع من السيطرة على الاكل اه لكن ان كل حاجة لها متخصص في الجهاز انا الحضري كان بيخش يلف في القوض ليه عشان يطلع الاكل والحاجات دي برضو انا الحضري كان بيجي استخبه في قطي ايوه عشان يأكل معايا الدوشات الحلاوة والتونة ايوه ممنوعين منها اوالله بس الحضري كان من الازينه يتمرن التمرينه ينزل لورك الخروف اه كان ينزل انا كنت بنهج من الفرجة على الحضري على الحضري انا نفسي انا اتفرج بنهج من المجودة من الحضري هو بص تلاقي ايه شكبال جاله ايه ما انت عارف من اسواه جاله شوية كده راح داخل ست سبع لعيلة ولا خمس تعيبك انا عارف على ايه اولا اولا هو يعني انا عتابي كمان على نجوم الزمالك ان اولا انت ظلمت الزمالك ده انه ده بد انطباع ان في فوضى وده ممكن ما يكونش ده الحقيقة وانا اعتقد ان الجهاز يتفن ان كانش موجود في الاكلة دي ولا الجهاز الطبي اه محتحان لا بس انا مجال قايم كان ناقد هقول ايه ايه اساس باليه كان في فوض في المعاصق ايه بس يتحملها اللعيبة اه جزء طبعا اقول لك على حاجة سوالك على ماجهة عارف الرنجة دي ممكن تيجي ازاي علب كده ما علب بس لا لا بس 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 بقولك داخل الساعة واحدة اصدحنا لا دلوقتي ما بيلفوش على القوض ولا يلموا الموبايلار لا 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 استوز باليه في الناس عارفة فيه لعيبة والتزامات فيه جهاز اداري وفيه لعيبة بتقول سهراني اليوم الليلة الماتش ساعة واحدة والجهاز الاداري والفني مش متابعة وما يشوف لا بطلو يا بليغ الكلام ده اللي تلف على القوضة وتاخد الموبايل وطلع ايجاك اللعيبة محتاجة اللعيب بياخد عشان بس انا مش عايز اعف اللعيبة واقول بقى لا تاليه جوت طبعا فيه هل نجوم بهذا الحجم يعني الزمالك بص فيش كبالة وفي زيزو وفي امام عشو ده يا جماعة ده احنا بنقعد نقول ايه الزمالك بيمتاز حتى على الاهلي لا هو ان عنده اكابتن سوبر ستارز طبعا يعني الزمالك كمان فيه نوعية من اللعيبة بس ده سبب الاسبابة كابتن لانه هم مستهترين بالماتش ولو كانوا كذبوا ولا كنا شوفنا رينجا ولا كنا شوفنا الحدف التوب ده ولا اي حاجة المكسب برضو بيغتى حاجة كتيرة طبعا يمكن الحاجة الالكعيف في الصح النهاردة ان المكسب بيغتى العاجة كتيرة بس طبعا في المبدأ غلط جدا وغلط ان الاداريين بيقوش اخدين بالهم وغلط من كابتن الفرقة ودي هفوة بس يا كابتن اللعيب يا كابتن بره في اوروبا في كل حتة لازم عنده تحمل المسئولية ده يعني واحد احنا عندنا نموذك صلاح يا كابتن يا كابتن صلاح بتشوف وهو لما استضافيته مدام اسعاد يونيس وبيتكلم عن انظام اكله عامل يقولك لو كلت محشي والكشري ممكن اقعد شهري من القهرب لا شهر مايكلش صدق يعني لو يقولك انزل مرض لو ياكل قلب الكشري نفسه فيها يقعد شهر مايكلش بقى ياكل نواشف زينا كده فخدة بتاعها لما جينا ناكل مع بعض كاننا تيس عبال بقرة كبيرة ان شاء الله يوم 13 لا مش كاننا مثلا تبقى تيس تيس بجد قدامنا تيس صح حصل رش فمحمد صلاح طبق كوشة ليه يقولك انا بقعد شهر ماكلش شهر يقولك مانع دخوله الشيكولاتة البيت حتى على ولاده وهده يا كابتل ده الالتزام اللي خلى صلاحهم فانا اعتابة على مجوم الزمالي انت ظلمتو النيدي وظلمتو حتى قدارين النيدي لان انت ممكن تقعي البتين صغيرين تعايي في الرنجة دوقتك انا بتتقطع وحط في الزيته وتتباعه في السوبر ماركت باكيد بصل بالليه غير زمائية يعني كل واحد زمائية هنجيب الرنجة كده ويحطه على لي شكلا هنبعت نجيب بعد الحلقة مهو بيني وبينك برضو انا لو قاعد في معسكر وصاعة 12 ودخل علي بشوية لا احنا لو قاعدين على الهوة هانا اه هنستعزم من الناس وهنطلعناك اه رنجة برضو حلو وانا اقولك الرنجة ده بزات يعني في معسكرات الزمالك والكابتن اسماعيل يوسف مش عارف هايز علمني وان لا بالليل كده لما يكون في أي معسكر دولة أجنبية بس هو طبعا كأداري مانوش دعو بالفريق يروح الجايب بقى ايه هو اول حاجة الرنجة بقى نا بيخدها معها اه بيخدها معها ومسفر اه ويجيب الناس كلها بقى بالليل بس مانيسي بيحب الرنجة اصلا اه بس مش الفريق طبعا ده الصحافيين والحقيقة ده بعد مانوش دعو باللعيبة